لا مفاجآت مرتقبة في مؤتمر الحزب الديمقراطية الذي ينطلق اليوم فترشيح جو بايدن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شبه محسوم كذلك نائبته كمالة هاريس روبير النخل يعرفنا أكثر على مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن مساء الخير روبير مساء الخير يوسف قد لا يتكون هناك أي من المفاجآت اليوم فيما قد يقدمه هذا المؤتمر ولكن قد تكون المفاجآت متصلة باستطلاعات الرأي كما حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث كانت الاستطلاعات باتجاه فوز لهالري كلينتون ولكن جاءت المفاجآة بفوز ترامب ماذا يحمل هذا المؤتمر؟ طبعا سنتابع في قراءة مع مكاتبنا في واشنطن وأيضا مع ضيفنا جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي يصفه مؤيدوه بالخبير في السياسة الخارجية ويقول معارضوه إنه بنو المؤسسة الحكم فماذا في جعبة بايدن السياسية؟ في السياسة الخارجية عارض بايدن حرب الخليج عام 91 لكنه صوت لصالح غزو أفغانستان عام 2001 واشتياح العراق عام 2002 عارض أيضا بايدن تدخل بلاده في ليبيا عام 2011 مقابل دعمه برنامج إدارة الطائرات من دون طيار في سوريا أما في الشأن الإيراني فيؤيد بايدن الخيار الديبلوماسي والاتفاق النووي لكنه مع استخدام العقوبات ضد تهران رغم تصويته ضد تصديف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في الملف الروسي ندد بايدن بضم موسكو جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 وفي التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 رفض بايدن دعوة موسكو للعودة إلى مجموعة الدول السبع لكنه وعد بالعمل على تمليد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النبوبية مع روسيا والتي تنتهي العمل مقبل في ملف الهجرة صوت بايدن لصالح قانون إنشاء السياج الآمن على حدود المكسيك عام 2006 كما دعم قراء ترامب بناء جدار على طول الحدود المكسيكية الأمريكية يؤيد بايدن اتفاق المناخ الذي وقع في باريس وانسحب منه ترامب عام 2017 ويصف بايدن ذلك الاتفاق بأنه أفضل طريقة لحماية الأطفال والأجيال القادمة التباين واضح في مواقف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية لكن الثابت والأكيد أنه شخصية ديبلوماسية بعيدة كل البعد عن المواقف الانفعالية والصدمية متابعة للمؤتمر ومتابعة لآخر الطورات معنا من واشنطن خبيرة السياسات في الحزب الديمقراطي لورا فينك أهلا بك سيدتي عبر سكاينيوز عربية قد لا يحمل المؤتمر بحد ذاته مفاجآت ولكن أي مؤشرات يمكن قراءتها من الواقف والكلمات وبطبيعة الحال من الحملة الإعلامية أعتقد أننا سنرى حملة نشيطة وفيها الكثير من الحيوية ونافسا جقدميا وروحا من الوحدة وهذا العام سيكون خاصا من قبل الحزب الديمقراطي بقيادة جو بايدن باعتباره الشخص الأنسب ربما هذا الجو أو هذه الإيجابية ضمن ما تنقله أجواء الديمقراطيين في الضفة المقابلة هناك من يقول بأن بايدن يبدو متعبا هناك عدم تناغم أو تجانس هناك حملة أيضا ضخمة جدا بدأها كان الرئيس دونالد ترامب كيف تقرأين هذه الحملة؟ هذا ما يقوله ويسوقه ترامب لكن الناخذين يعتقدون شيئا آخر هناك الكثير من المؤيدين لجو بايدن وهؤلاء المؤيدين يتزايد أعدادهم هناك حيوية جديدة ودينامية أكبر الآن في حملة الديمقراطيين هناك كل الأجنحة القدماء والشباب وكل هذه الأجيال أي من الأسماء قد تكون الأكثر تأثيرا؟ هناك من يقول بأن ميشيل أوباما اليوم ستعيد هذا العصب لكل الناخبين وللدعمين الكثر أيضا للرئيس أوباما هناك من يحدث أيضا عن أسماء ديمقراطية عريقة اليوم وذكت جزء من هذه الأسماء كيف ستؤثر على الحملة هذه الكلمات وهذه ربما المواقف السياسية التي تستبق تاريخ الثالث من نوفمبر؟ من الصابت تكهن من سيكون الأكثر تأثيرا؟ نعرف أن باراك أوباما في 2004 كيف فاجأ كل الناخبين والجماهير وخاطب بشكل نشيط جيد وميشيل أوباما أيضا يعول عليها عندما تتحدث عن ذلك النفس والذي قالت فيه عندما ينزلون إلى الحضيد وتقصد النقاد فإننا نرتقي لذلك هناك الكثير من التعويل على ميشيل أوباما وبرك أوباما وأسماء أخرى الملفات ملفات سياسة الخارجية التحول الذي قد يأتي به الرئيس المحتمل جو بايدن كيف يمكن اليوم أن تؤثر على الناخب الأمريكي وهي فعلا ملفات شائكة تحديدا الموقف من الاتفاق النووي من طموحات إيران التوسعية ومن الخطر الذي تتحدث عنه كل الإدارات الأمريكية بشأن طموحات تهران وأذرع تهران الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة الكاملة لإنشاء ونسج تحالفات قوية وتقويتها جو بايدن سيجلب معه خبرته الكبيرة وكذلك في مجلس الشيوخ كنائب رئيس لأوباما وكذلك كعدو في الكونغريس لديه خبرة طويلة وهو قال إنه يريد أن يزيد ويوشع رقعة الحلفاء الذين هم أصدقاء أمريكا على الصعيد العالمي ورأينا ما حدث مع إدارة ترامب هو خرب العديد من التحالفات وأساء إدارة أزمة كورونا لذلك نتوقع أن يكون هناك تركيزا أكثر على بناء التحالفات مع أصدقائنا ولكن ليس هناك أعباء أيضا اليوم على الفائز موضوع البطالة أزمة كورونا وهناك من يقول في الحملة المقابلة بأن جو بايدن لا يملك مواقف واضحة من ملف واحد فهذه المواقف قد تتبدل وفق السياسات والسنوات في سياسته وعمره السياسي الطويل أختلف مع القول بأنه ليس له مواقف واضحة وهو تمكن إلى جانب أوباما من انتشال أمريكا من أسوأ أزمة مالية في 2008 أعتقد أن جو بايدن جاهز للقيادة وكذلك هو شخص يريد أن يتيح الفرصة للعلم ليقود إدارة أزمة كورونا وكذلك ويريد أن ينسج علاقات مع كل الجهات المعنية للتغلب على الوباء هذا أمر لم يحصل مع ترامب لذلك جو بايدن لديه الخبرة والحينكة وهو جاهز للقيادة هل يمكن اليوم التعويل على الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي والنقاط التي تقدم ويحققها بايدن؟ أم أن تجربة كلينتون ترامب قد تتكرر هذه المرة أيضا؟ من الصعب أن نتكهن بما قد يحدث من سيفوز بالانتخابات الاستطلاعات تظهر نتائج في مصلحة جو بايدن لكن سننتظر ما الذي سيحدث في نوفمبر وجو بايدن ليست اثناء علينا أن ننظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة وأن نرى ما الذي سيختاره الشعب الأمريكي الأيام الأشابيع المقبلة ستكون حاسمة للحزب الديمقراطي في أن يموقع نفسه بشكل جيد وكذلك يقوين أكثر خبيرة السياسات في الحزب الديمقراطي لورا بينك وتمعنا مباشرة من واشنطن شكرا جزيلا لك ينضم إلينا أيضا من العاصمة الأمريكية مراسلنا جو تابت جو تفاصيل هذا المؤتمر اليوم ما قد يحمله ربما لن يحمل مفاجآت ولكن الكل يترقب الكلمات والشخصيات التي استدعم هذه الحملة يعني ربما النقطة الأساسية من المؤتمر محسومة وهي تسمية بايدن تماما جو بايدن سينال تسمية حزبه في الواقع ربما إذا نظرنا إلى لائحة الأسماء التي ستبدأ بتقديم الخطابات بدءا من مساء هذه الليلة لعل اسم بورني سيندرز هو الشخص الوحيد الذي يستقطب اهتمام الكثيرين كونه كما ذكرنا في مرات سابقة اليوم كونه يحظى بتأييد كبير في أوساط الشباب أنصار الحزب الديمقراطي بسبب أفكاره السياسية ذات الطابع التقدمي فيما يتعلق بالتعليم مطالبته دوما بالتعليم المجاني بالرعاية الصحية المجانية بخفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود برفع الضرائب بشكل عال جدا على الذين يحققون أموالا طائلة أصحاب الشركات إلى آخره إضافة إلى ذلك هناك قضايا اجتماعية أيضا يستقطبها بورني سيندرز لذلك ووفقا لاستطلاعات الرأي فأن جو بايدن يحتاج إلى دعم بورني سيندرز لأسباب كثيرة أولها أنه يريد أن يتفادى الأخطاء التي حصلت مع هيلاري كلينتن عام 2016 عندما حجب أنصار بورني سيندرز أصواتهم عن هيلاري كلينتن لذلك يريد جو بايدن عدم تكرار هذه التجربة السيئة جو قبل أن ينتهي وقتنا تبقى شخصية اليوم نائبة الرئيس كامالا هاريس وهناك أيضا انقسام بشأن شخصية هاريس كامالا هاريس تعتبر من المعتدلين في صفوف الحزب الديمقراطي فأن تسميتها في الواقع حققت انتصارا لجو بايدن أعطته نوع من الحماسة أولا لأنها من أصول أفريقية وأسيوية هذا مما لا شك فيه استقطب كثيرين في أوساط الحزب الديمقراطي لكن في بعض القضايا ذات الطابع السياسي الخارجي في الواقع كامالا هاريس ربما قد تلقى بعض الانتقادات خصوصا في أوساط اليساريين الراديكاليين مثل أمثال إليزابيت وارين أو أمثال بيرني ساندرز لذلك فأن في الواقع الحاجة إلى معالجة هذه الوسطية في الحزب الديمقراطي من خلال تقارب جو بايدن مع بيرني ساندرز مرسلنا جو تابت مباشرة من واشنطن أعود إليك يوسف في هذه القراءة اليوم ربما الرأي العام الأمريكي ينتظر هذه المؤتمرات إن كان في شقها السياسي ولكن كيف يمكن استقطاب العدد الأكبر من الناخبين أو الأمريكيين الذين لا يهتمون عادة بالملفات السياسية هذه نقطة مهمة لا مفاجأة ليلة كما ذكرت لكن سننتظر المفاجأة الكبرى في الثالث من نوفمبر شكرا جزيرة لك روزي شكرا